مرحبا بي عسلامة حمد لله أتمنى أروحك أنا اسمي بدر ديل بريني رئيس حزب تونس الجديدة اللي هو نشأ بش يكون ينشط في السياحة السياسية من 2019 قاعدين يجريوا عليه وأحد المرشحين اللي انتخابت الرئاسية نار سبع أوت 2019 أنت عرضتي قلت لي حبيت معناه تعرف المشهد السياسي في تونس ككل بالنسبة لأننا احنا في تونس باش نكون واضح وصريح مع الشعب ولا مع روحي ولا مع ناسي بيش تتفرج في الفيتيارة ذا إذا كان قيس سعيد عمل الانقلاب النهضة عمل تنقلاب 2011 إذا كان قيس سعيد قاعد يعمل في تصحيح مصار وفي إرادة الشعب النهضة عمل تصحيح مصار وإرادة الشعب 2011 إذا كان قيس سعيد قاعد يطبق في تعليمات الأجانب وثم تكموا هم زادة كانوا يمشيوا بتعليمات الأجانب معناها ستان بلوكاج بوليتيك تطال من 2011 في البلاد هذي زادوا معناها البلوكاج معناها الاقتصادي الناس العصابيات ومالي للنفوذ ذو مر وصل أمويل اللي قاعدين يحتكروا وقاعدين يخبئوا في المواد الأولية والمواد الأساسية باش يعملوا عاجز باش المواطن يخرج وينفعل وتصير معناها كية بروفيتاسيون بين الشعب في متى الناس والي تأكل بعدها باي حبة ما نحبة وكرها ما نكرها بون 2011 صارت ومشيت على روحها وصاروا بعد كل مرحلة متاع 2014 2014 جانب تصير أكية شوية منوشيات وشوية حكيات معناها يحبوا يعملوا كما نقولوا نحن يهاجوا الشعب على الدولة فهمني لكن لنين نحب نقول حاجة وأنا نتحمل مسؤوليتي في الموضوع هذا فهمني بكل يقين وبيقول ثقة في النفس إنه المرة هذه راه وإذا كان باش توصل العباد تخرج للشارع راهي باش تلفظ المشهد السياسي ككل المشهد السياسي ككل أصبح غير مرغوب فيه فهمني العباد جاعت العباد معاش تاقي الدواء العباد معاش تاقي القاز العباد معاش تاقي الليسونس كل يوم 100 فرنك فذيكة 50 فرنك فذيكة 1000 فذيكة 500 فذيكة تونس إلى أين ما فهمناهوش نحن إشكون معناها اللي عنده مصلحة إنه يزد البلاد للمحرقة فهمتني لأنه معناها حاجة معناها حاجة معناها واحد يقعد بوش بيه معناها يا رسول الله مهما كنت أنت كمسؤول تول كمسؤول سابقا ولا كعندك نفوذ ولا معندكش نفوذ ولا عندك فلوس علش تمشي للمحرقة علش أنت قاعد معناها تعمل في حاجات اللي معناها تحب الشعب يهيج وتحب العباد تخرج بهاي خارجت العباد وهيجت وصارت ثورة أخرى وثورة هذه المرضية اللي كان صارتها اللي كان صار معناها السيدان بين الشعب المرضية بشي يكون سوء المشهد السياسي ككل درا ما بشي يبقى حد درا ما بشي يبقى حد اللي متخبي تاوه تحت تحت ذل البوليسية بالمرافقات نقوله اللي متخبي تاوه تحت مرافق يحمي فيه بالساحة وكذية غضو راو الأمن هذاك والبوليسية ذاك راو أمن جمهوري راو البوليس ذاك راهم مواطن بشي يحمي المواطنين معناها راو اليوم يحمي فيك بوليس غضو كتخرج المواطنين وتلفذك وتقولك لا ما حاش ناش بيك البوليسية تش بدرويح خط البوليسية را متوانسة بتاع الشعب ما مش ملك حتى واحد ما مش ملك خاص فهمتني شي يحزن شي يحزن وين ماشين وين ماشين وين ماشين ما عادش معناها فهمة معناها حك الجوم بتاع واحد يعيش معناها في راحته في البلد ما عايش فهمة فهمني تش كما تلقى فاركزامبل أنا نخدم في دومان البني ونخدم في دومان ديكوراسيا ونقد هنا فهمني واحد في داره بطلان بشي عمل حيت ولا ما ولا يحسبها فهمني وستل سير فاسير وستل ركزيم وستل مستيك الاخر يقول لك شكرا السيمان خلي مشتوه خلي مرجعي خلي كذا يا والله العظيم شيء أسف والله شيء أسف بالحق المواطنين اليوم فقدين الثقة في السياسيين الكل كل ككل 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 شوف المسؤولين السياسيين اللي تحملوا مسؤوليات من الفين واحداش لليوم الكل على بكرة أبيهم راهوا الشعب التونسي الفظهم وسيلفذهم على الملأ عن قريب كل 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 ما عادش فامة ما عادش ثامة ثقة في حتى واحد رسول الله انتي مثلا ناخذوا قرارات خمسة عشر جولة اللي ناس كلها استباقتت بها اللي هي مثلا كانت مثلا كي ما نقولوا حاجة بها عاملة البرلمان اللي تكلف معناها برشة فلوس على الموات البرلمان باش نحط لك حاجة اللي كان كان أربع لاف دينار ميتين وسبعتاشا نائب في الشهر في العام في الخمسة سنين أكثر من خمسة ولا ولا ستة مليارات معناها في العام برشة فلوس وبرلم تيازيات وبرلم حسانة فهمني به البرلمان الجديد اللي بش يجي مبني على شنو الكل من نفس الكليام الكل اللي أنا تفرجته اللي في تيارة متاعهم في التلفزة نفس المواضيع بنيها تحتية الاقتصاد الأمن المهربين السلاع الموازية نفس الموضوع نفس تقول محفوظات حافظينها فهمني هذا كله حكاية فارغة شوف تونس اليوم اليوم ثم اليوم وليس غدا هي محتاجة إلى ناس صادقين معناها ناس مسؤولين صادقين يكونوا يضربوا بقضبان من حديد باش معناها هالانفجار الشعبي اللي ما شيله يبرد فهمني خط العبادة كلها في هده العبادة كلها ساتوري العبادة كلها العصابة العبادة كلها في ستريس شي معناها يندله الجابين نجمو نحكو اليوم على الجوع شعب جا شعب جا اجي في الليل اختي الغالية انا نسكو الهنية في قلب العاصمة ونتعدى بارفو ونشوف حاجات والله العظيم لازدي ايف اللي قاعد يدور في تونس اقسم بالله العظيم شي يندله الجابين مرة اخرى بشي بدأ في بالك هونية جست هون احنا هنا في الشرع الحبيب بركيبة 100 متر 50 متر حبيب بركيبة قدام شارع البيات الهنية النهج اللي فيه البيات نهج اليونان في الليل معناها الكلوار متع البيات ما يقارب على 7 ولا 8 فيهم حتى نساء حالات ما اوزة ما عندهمش فما جمعيات الراهم الصحيح معناها للشهادة يجيوا يعاون يمدونهم ماكلي يمدونهم لبسة مش ممكن من الدولة انها تأثرهم مثلا فما الناس كبار يزوهم البيوت المسنين مثلا فما ناس تحب رعاية يزوهم البيوت رعاية فمن قبل كان بن علي كانت قمر الاسويس الايتام ولا الناس الفقراء اللي معندي اش تمشي كذي كانت جمعية بسمة عملتها ليلة كذي منهم توي جمعيات الكلة تحب تتموقف المشهد السياسي جمعيات تخدم بشتعمل تصوير حتى اللي بشتعمل حاجة معه بمواطن ولا مثلا معه مواطنة مستحق ولا كذي تلفزة فهمت اذاك الكلو ما يجيش الصدقة ولا الزكاة ولا مثلا الجمعيات تحب تعمل كذي ما غير تصاور وفيسبوك وكذي منهم ديجاء انا واحد من الناس كما هو تمتوسي والله يفرحان بالحاجة انا نحيط فيسبوك باركزامل سيتان تيب دو دروك حاجة مخدر جديد اذا يعملوا فيه بش الناس تولي معناه تستقطبها انا عمتش موسكي فيلسوف بل اشخال قال لي تسيطر على الحكم شتت اهتمام العامة عن المشاكل الحقيقية واجعلهم يمتمون بمواضيع تافية اجعل الشعب منشغلا 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 لدرجة يكون له اي وقت للتفكير احنا فيه كل مرة يجب دون حكاية ملحية مرة هم يحكيوا على مرأة بعث بنتها مرأة ربعة شهور في حرقة وبشغلت عليهم بعد اذيك الجمعة اللي صارت فيها الطفلة اعلى نخبة عنا في التكنولوجيا امشي تلهينا في اذيكا امشي واذوكم الهيونا بعركة من عرش فين انا في حومة شعبية الهيونا بموضوع من عرش نوة تافة في حي من الحياة ولا في ولاية من الولايات ويتم معناها معناها مغالطة الشعب باش يسكتوا على موضوع اخر فهمني ما يجيش ما يجيش نقوله للمحسن احسن واذا الموسيقى اسع فهمتني اه وسعي بيسر احنا توا باش تعمروا نوفيلاسيون الدولة ديمقراطية حاديثة تكون معناها مواكبة للعصر ولمعاولة ومواكبة للتندنس كما مثلا البلدان الغربية والبلدان العربية المجارة بالنسبة للناس اللي كانت تحكم ولي كانت شادة زمام الامور منتاع الدولة تونسية الهنا ما كانتش تحكم معناها باش على المصلحة العامة كانت تحكم على المصلحة الخاصة فهمتني باش تبازر باش تبني بلاد من جديد مايش حاجة سهلة فهمني سعي بيسر فهمني هو قاعد يبذل في مجهوده كرهي الجمهورية والاكالإطار المعناها اللي معاها الحكومة ولا خيرة مفهمني ولكن شوش نقولك انا كمواطن تونسي نطلب من ربي العالمين حاجة برك ان شاء الله يا ربي استقرار امني واستقرار سياسي واستقرار اقتصادي لانه الفلوس موجودة في تونس باش تونس تنعم وتزهر كالدول العربية وسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا